عشرة أعوام مرت على اندلاع الأزمة السورية التي خلفت مأساة إنسانية كبيرة. تمثلت في لجوء أكثر من 5.6 مليون شخص منذ عام 2011 إلى دول الجوار في لبنان والأردن والعراق. إضافة إلى بلدان أخرى حول العالم ثلثهم من الأطفال. وتمثلت أيضا في نزوح 6.6 مليون شخص داخل سوريا. ما يقارب 7 ملايين. وبهذا أصبح الرقم الإجمالي أكثر من 13 مليون سوري. بحاجة للمساعدة بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتعتبر تركيا من أكبر البلدان التي تأوي لاجئين سوريين. حيث يصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى أكثر من 3 ملايين. معظمهم يعيشون في المناطق الحضرية. فيما تستضيف المخيمات نحو 8% منهم. يضم إلينا مباشرة من داخل أحد مخيمات رفي إدلب زميل علاء الدين اليوسف. إليك علاء. نعم شكرا حياة. حقيقة نحن في إحدى مخيمات النازحين. هنا هو مخيم شحشبو بالقرب من بلدة أطمة. نحن الآن في هذه الخيمة سنستطلع كيف أمضت أم علي وأم جمعة وأم عدن. هذه السنوات وهن يربينا أيتام. هن مربيات أيتام. طبعا كما نشاهد هذا هو وضع الخيمة التي تسكنها أم علي. مرحبا أم علي. أم علي تحكي أنك كيف حسنتي أنت عشر سنين. قديش صار لزوجك معتقل تسع سنوات قلتي لي. كيف حسنتي بهالتسع سنين تقضي هاي السنوات. كيف حسنتي تربي الأولاد. شو هي الصعوبات اللي واجهتك خلال هاي السنوات. واللهي شلون بد أبدأ لك بالصعوبات. يعني كل الأيام المريتها صعوبات. ويعلم الله يعني شلون ربيتهم. والبنية هاي انصابت. يعني هاي أكثر شي تضايقت بها حبسة أبوها. أبوها صال لتسع سنين معتغل. راح لبنان مسك على الطريق. كانت هاي من صعوبة بدأه على أساس يدخل على تركيا. المسك على الطريق ما إجا. صرت عالة جانيين وهذا وضحها. بايش انصابت؟ صابت ضربة الطيارة. طلع الشضية براسه. انشاء اللي عنده جنب. ايد ورجل. ورجل. هاي من ضربة الطيارة؟ ايه. اللي عنده الشضية هون انضرب عندها الجنب هذا. كم ولد عندك مالي؟ عندي ولدين وخمس بنات. ولدين وخمس بنات. ما علي هالعشر سنين يعني بكرة بيصير بكرة في ذكرى الثورة عشر سنوات. بكرة خمسة عشر شهر. اشو بتتأملي اشو بتتمني مثلا. بعد كل هذه الظروف القاسية اللي انت عشت فيها. يعني ممكن هيك سؤاليكون صعب بس. شو امنياتك؟ اقصى امنياتك؟ اقصى امنياتي ان الله يفوك لي هذي بس. انه الله يفوك لي البنت هذي. لانها صايرة بنت ومعاقبة جنب. اي. ما فيها تمشي؟ تمشي بس على جنب. يعني بده مساعدة. قديش عمرها البركة؟ عمرها شي 17 سنة. اي. من امتى انصابت؟ انصابت. قديش كان عمرها لما انصابت؟ والله قديش ما بعرف. بس صار الهيني شي تسع سنين مرح ابوها. لمنه رح ابوها كانت منصابرة. على اساس بدي يشتغل ويعايد يرجع على تركيا. اي ما رجع ابوها وما اخذنا على محل. ممكن نحكي معها؟ اي ممكن. شو اسميك مرحبا؟ اهليك. شو اسميك؟ دعاء. دعاء تحكينا شو بتتمنى؟ امنى ان ابوي معانا ونعلى الله يشبيني. اي. دعاء ابوكي انتكن خبر عنه انه ان شاء الله لساته طيب. او يعني فيه خبر عنه؟ والله هم يقولوا لي ميت بس انا امنى اني يكون طيب. واندي امل اني يكون طيب. اي. اه قلتيلي انك شفتي صوره من بين صور قيمة. انتي تأكدت انه هاي الصورة؟ اي اتأكدت اسمه واجسسته اي. اي. بس دعاء لحد الان عندها امل انه ان شاء الله طيب. اي انه انه طيب اي. اي. انتي عندك نفس الامل ان شاء الله؟ لا والله ما عندي. لاني من شفت صورته وشفت اسمه خلص اعرفت انه هو. هون معالي شو بتحتاجوا اكتر شي مسلا بهيك خيمة ما فيها حتى صوبية ليه؟ ما عندي حق اركب صوبية. طيب هاي السنية قد يصر لك نازحة هون بالزبط بهذا المخيم؟ صار لي سنة وثمنة الشهر. بهاي السنة وثمنة الشهر ما حدا جاب لكم صوبية؟ ايجت صوبات بس قلتلك على قصة بنتي انا كنت بسهلة الروج اختي هناك. واخذها على اذلب على المشفى يصير معها نوبات اختلاج يعني اكثر الهيام ما نباركة هون. اكون مثلا عنده اختي. بيجى التوزيع ما بتكوني موجودة؟ ما اكون موجودة ما صار لنا صوبة. مضيناها من عد الصوبة. بعين الله. ننتقل لا ام جمعة. ما عليش يلا ما عليش ما عليش خليكي. ام جمعة مرحبا. اهلين وسهلا. تحكينا ام جمعة كم ولد عندك وانتي قلتي لي انه بنتك كمان ارملي توفى زوجها من فترة قصيرة. كم ولد عندك وهي كم ولد عندك؟ اربعة تشهر. هي عندها اربع ولاد. جوز بنات وجوز ولاد. وزلمتها توفى بالحرب بالغاب. وحالتهم صعبة يعني. وشوفت محالك. انا ارملة وهي ارملة. يعني انت ارملة. وبنتك ارملة. كم طفل عندكم عابت ربو انتو التنتين ايتام كم عابت ربو. اعني عندي الحازة. ابنيتي بنت ابني. كمان يتمت الام والاب. وعندي جوز ولاد كماني. هذولة كمان ولادي. ايه. وهي اربعة. ايه. هيش. كيف اه يعني حسنت تمضي هاي الا ايام. يعني. يعني. حياة صعبة كثيرة. يعني اقول لك ما ورقة حياة صعبة كثيرة. مش شرطة الواحد يطرق وضعه لكل الناس. ولا يكشف اموره لكل الناس. صحيح. فهمك كفاي. هيش. شو اقصى امنياتك يعني. شو بتتمني يعني. والله. حالة بنتي. وحدا يقدم لها مساعدي. واني بنت ابني كمانة. مثلا. تعرف انت وحرمة. ضلعة قاصر. شو اسمك. محمد. محمد قديش عمرك. يدعي السنة. يدعي السنة. شو تتمني يا محمد. انت من وين اول شيء. تعرف شواتكم. نعم. شو اسمك. شو تتمني يا محمد. امان نبوي عايش. اتمرنا يكون ابوك عايش. اعم. ان شاء الله بيكون عايش. اه طبعا. يعني حياة. بصراحة يعني. متل ما شفتي. تقريبا شيء. ما يقارب عشر اطفال. هم يعني. ايتام. اه. منرجع معاليش. منحكي مع ام علي شوي. ام علي بالنسبة لحالة البنت دعاء. ما حدا منظمات او. اه. اه. حدا وعدكم بشي. مثلا. اذا طلعت لبرة. ممكن تتعالج هاي البنت. ايه. حاولنا كثير. ان نطالع لبرة. وتجه المنظمة تتصورها والظلمة. شيء ما استفادين الشيء. يعني. في حدا ايجا. بصور مشان شو. يعني. بقولوا لكم ممكن نساعدها. ايه. يقولوا ان ممكن نساعدها. ايه ممكن. مثلا. ايه. ممكن ان دخلكم ويها الجوة تعمل عملية. مشان الشضية لبرة. صورون يروحون. لو زرف بالعات ما احد غدام الله. هلقية بتاخد دوشي؟ بتاخد بس بس لمنتجين. نبت الاختلاج. طيب قالوا لكم ممكن انه يتحسن او تتحسن تشفى بشكل نهائي اذا دخلت على دولة تاني مسلا او ممكن. لا والله ما قالوا انها الحجي بس عادين ما متأملين من الله انه يعني ما عارف مقتنع انه ازا حصرت تدخيلتي لجوة. يعني جوه لوين? يعني مش حالة على كيه مسلا عملية براسة. ايساعدون. الشازية للساحة موجودة براسة حواليها. من تصير تحرك شي ضي براسة تجيها النوبة. دعاء انت بتريدي مسلا انه تدخلي على تركيا مسلا وتتعالجي. اي. عنديك شجاعة انه انت تقومي بهيك عمل عمل جراحي او شي. اي. بس الله يشفيني وعاود مثل ما اشي انت اي افوت. اي. اي. شو اسمك? مها. مها. كم عمرك? عمر اي دعش. اذا حيات رصدنا من هذه الخيمة في ريف ادلب الشمالي. وتحديدا من تجمعات تجمع مخيمات اطمى مخيم شحشبو. عائلة هذه عائلة ام علي وام جمعة. طبعا حيات يعني الصورة خير وابلغ من الكلام. اليك حيات. نعم علاء. يعني شكرا لك. وشكرا لهؤلاء النسوة. الشجاعات جدا. حتى وان لم يكن بذلك اختياريا. شكرا لهن لبقائهن على قيد الحياة. صامدات. رغم كل هذه السنوات. شكرا لأنهن يحاولن بكل ما لديهن رعاية بناتهن وابنائهن. كما كما رأيت وأرى ونرى جميعا. كنا نحتفل قبل أيام. أو يحتفل العالم بين قوسين باليوم العالمي للنساء. وددت لو أن رأى العالم هؤلاء النسوة وغيرهن من النساء. وعرف ما الذي تحتاجه النساء في الاحتفال بيومهن كل عام. ولكن يعني تحياتي لك وإليهن وليكل نسوة.